بالنسبة لرقم C رقم C هو نفس السؤال لرقم B بالضبط كل التغيير انه هو غير قيمة المسج أو السيجنل خليها عبارة عن ويطالب نفس الحاجات بالضبط اللي احنا حلناها في رقم B تعال حلها مع بعض نكتب كده المعطيات يبقى أنا عندي احنا لسه في Question 1 بس دلوقتي في رقم C طيب اول حاجة هو مديني المسج M of T كم B 10 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 2 10 5 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 6 7 8 9 10 10 9 8 10 10 10 10 8 9 10 بعد ذلك نحل المعطيات أو المطاليب اللي هو عايزة في رقم واحد بيقول لي بيقول لي سكتش المسج نفسها في الفريقونتي دومين أول حاجة بس أنا عايزة سكتش المسج نفسها في الفريقونتي دومين قبل ما نحل قبل زي بيقول لي بيقولي القليلة الآن لها بلسة منقلة ا дополнين ما بعد ، و افضل بسهول في مداشة الور التالح أو افضل بسهولة مبمن على اكتش الأمر طبعاً باختلاف الامبليتود يعني خلا بلك ان دي الامبليتود بتاعه عشرة او ان الفريقونسي 2000 الامبليتود بتاعه عشرة انما الفريقونسي 4000 الامبليتود بتاعه ثلاثة فاحنا عايزين نصغر كده الامبليتود ده شوية اللي هو بتاعه ال 4000 تمام وممكن نقول قيمة الامبليتود طبعاً بعد ما بتعمل فريترانسفورم بيقى الكلام ده بيتضير في نص فالثلاثة هتبقى واحد ونص بس والامبليتود اللي هو عشرة هيبقى خمسة بس تمام يبقى ده كده السبكتران بتاع المسجي ام اوف اف قبل ما عمل لها موديوليشن طيب هو بقى عايز يرسميه هو عايز يرسم الموديوليتود سيجنال يعني بعد ما عمل موديوليشن عايزين نرسميه مرة في الطايم دومين ومرة في الفريقونسي دومين نقسم برضو الشوية نصين هنا طايم دومين وهنا فريقونسي دومين طيب زي ما احنا متعودين برسم فيه الطايم دومين ازاي عندنا ده محور الطايم اول حاجة باشوف الكارير الكارير عندي بعشرين او الامبليتود بتاع الكارير اسف الامبليتود بتاع الكارير اللي هو الايسي بكام بعشرين يبقى انا عندي هنا هعمل خط خفيف كده عند موجب عشرين وعند سالب عشرين وهرسم المسج حواليه نبص على الجزء الموجب انا عندي المسج بقى مشكلتها ان هي معقدة شوية في الطايم دومين يعني هي عبارة عن طو صين مجموعين على بعض واحد الامبليتود بتاعه عشرة واحد الامبليتود بتاعه ثلاثة لكن واحدة التردد بتاع الفين واحدة التردد بتاع أربعة تلافة تعالى نرسم واحدة واحدة تعالى نرسم أول ميسج نرسم الميسج دي او الجزء ده تمام ده هيبقى بعشرة طوباي فريكنسي الفين يعني الفريكنسي بتاعه هيبقى أقل شوية وبيتراوح ما بين موجب عشرة وصلب عشرة يعني هيبقى عشرين نقص عشرة بعشرة وعشرين بلاس عشرة بتلاتين فهتبقى حاجة شابه ده طبعا ما صين وين فهتبقى حاجة بالشكل ده كده نرسمها على شكل داشق أحسن تمام بعد كده الويف التانية هعملها برضو بلون مختلف اللي هو الجزء ده طيب ده بيتراوح ما بين موجب 3 وسلب 3 والتردد بتاعه أربعة تلافة يعني التردد بتاعه أعلى من التردد الأولاني فهو تقريبا بيتراوح ما بين لو رسمنا خط داش كده وخط داش كده فهو من 20 نقل 3 يعني ب17 و20 بلاس 3 يعني ب23 وهيبدأ برضو صين ويف والتردد بتاعه أعلى بكتير من أو التردد بتاعه أعلى فطول الموجب بتاعه هيبقى أقل فمفروض انه هيتحرك بسرعة شوية فهيبقى حاجة زي كده يعني كده تمام؟ طيب الاتنين دول بقى لما يجمعوا مع بعض يبقى الاتنين دول مفروض هما مجمعين على بعض لما يجمعوا على بعض يدونا شكل عامل ازاي برضو مفروض الحاجة زي كده تترسم على المثلاب صعبة جدا انت تجيبها بشكل يدى و بشكل لقيق بس انا هحاول كده ايه اجيبها بتخيولي انا هتبقى حاجة زي كده تمام؟ طيب بلول كده انا جماعت الاتنين على بعض يبقى اللي باللون الأصفر ده هو الجراف النهائي او ده اللي باللون الأصفر او لما رسمت بلون الأصفر ده هو الجراف النهائي الى الاتنين دول مع بعض طيب هرسمه بقى نفسه هو بس جنب التاني ومقلوق يعني مفروض انه هرسمه الشكل ده ايه حاجة طبعا كده طبعا في الاسف انا مش هينفع كامل هنا ممكن نكتب هنا كده او ممكن نعمله هنا ماشي بعد كده بعمل ايه برسم الفريقونسي عاري ما بين الاتنين دول مع بعض بالشكلة من أول الأصفر اللي فوق للأصفر اللي تحت ده الرسمة النهائي طيب ده الرسمة في الطايم دومين طيب في الفريقونسي دومين نرسمها زي طيب في الفريقونسي دومين اول حاجة بابدأ بالكارير انا عندي الكارير في الفريقونسي باتنين في عشرة يبقى انا عندي هنا اكيد هي بقى عندي بلتس عندي اتنين في عشرة وعند مينس اتنين في عشرة وعند مينس اتنين في عشرة وص خمسة هرسم المسج كده بلون لاخدر عشان تبقى مميزة مرر هرسمها هنا بالشكلة ومرر هرسم هنا بالشكلة طيب وطبعا الفريقونسي ستبقى عبارة عن ايه؟ يعني الفريقونسي ده ده اللي هو الفي سي ده الفي سي بلاس الفين ده الفي سي بلاس الفين ده اف في 10000 نفس كلام هنا ده او مينس ايف في سي بلاس الفين خلنا نعملها تحت احسن او مينس ايف في سي بلاس الفين ده ايف في سي بلاس 4000 ده مينس ايف في سي مينس الفين ده مينس ايف في سي مينس اربعة brighter تمام. كده خلاص الرسمة دائرة سامناها فيه الفريكوينسي دومين. نروح للسؤال ده بعده. عايز يحسب الموديليشن اندكس. ورقم اي. ده كده كده اجابت رقم اي. دي رقم تريبل اي. الموديليشن اندكس. اندكس اللي هو المو. طيب المو بيساوي. المو بيساوي. على الا. نواند ن据 عشرة نجد العشرة مخدوق الآخر هيدينا 13 يبقى 13 على الامبلتود بتاع الكارير الامبلتود بتاع الكارير بكام بعشرين يبقى عشرين يبقى 13 على عشرين يبقى الميو بيساوي 13 على 20 نحسبها على الأقلة فيها 0.65 بدها المدوليشن اندكس طيب بعدك عايزين نحسب ايه عايزين نحسب الفريقونسي كونتنت او محتوى الفريقونسي للمدوليتد ويف طبعا محتوى الفريقونسي هو نفسه اللي احنا كاتبينه هنا اللي هو ايه نكتبك مع بعض يبقى الفريقونسي كونتنت فريقونسي كونتنت اول حاجة عند FC ومينس FC تمام وعندنا عند FC بلس 2000 وFC مينس 2000 وFC بلس 4000 وبلاس 4000 وFC منس 4000 وعندنا ماينس FC بلس 2000 وماينس FC تب 많 Hut وعندنا ماينس FC مينس 4000 وعندنا ماينس FC منس بلاس 4000 ومنس 4000 يعني عندنا كم واحد عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر عندنا عشر ترت Вот هم عدد البلساط أو مفروض يكون هم نفسهم عدد البلساط اللي هنا اللي هم خمسة عالمين وخمسة عشر طبعا المفروض بقى تعود عن قيمة كل واحد يعني FC هي ب 2 في 10 ein 5 FC plus 2000 يبقى ل 2 في 10 ein plus 5 يبقى ل 2 في 10 1914 0 at kimse المتين الف مزبوط المتين الف دي ومرة هتزود عليها الفين هتبقى متين الف ومتين الفين يعني متين واثنين الف تمام ومرة هتبقى مية ستة مية تمانية وتسعين او مية تمانية وتسعين الف وبعدك مع الاربعة تلاف هتبقى ميتين واربعة الف وتبقى مية ستة وتسعين الف وبعدكده هنا مينس الف مينس ميتين الف بلس الفين يعني مينس مية تمانية وتسعين الف ومينس لما تجمع بها على الفين هتبقى مينس متين واثنين الف تمام وبعدكده هنا هتبقى مينس اف سي بلس اربعة تلاف يبقى مينس مية ستة وتسعين الف وبعدكده مينس اف سي مينس اربعة تلاف يبقى مينس ميتين واربعة الف بدي كده كل الترودات طبعا كل ده بالهرتز كل ده بالهرتز بدي كل الترودات او الموجودة في الويف في المدوليتد ويف طيب بعد كده اي تاني بعد كده اخر حاجة اللي هي اي في احسب السيجنال باور والكاريير باور والإفشنسي دي اخر حاجة تعالى كده نقسمها اول حاجة هحسب المسج باور وبعد كده هحسب سيد باند باور مسج باور او مسج سيجنال باور وسيد باند باور ويه الكاريير باور ويه الافشنسي كل واحد من دول يسمبوا يعني مسلا السيجنال باور هنقول ان هي بي ام السيجنال باور هنقول ان هي بي اس الكاريير باور هنقول ان هي بي سي الافشنسي اللي هي اليتا طيب البي ام او الباور بتاع المسج دي ني بيحسبها ازاي تعالى نرجع للمسج نفسها المسج نفسها عبارة عن عشرة صين طوباي الفين تي بلاس تلاتة صين طوباي اربعة تلاف تي احنا اتفقنا ان القانون بيقول ان اي اي سينوسويد ويف او اي سينو او جوزين ويف الباور بتاعتها هي الامبوليوتود بتاعها تربيع على الاتنين يبقى الباور بتاع المسج بي ام هو بيساوي الامبوليوتود الاولان اللي هو عشرة تربيع على الاتنين بلس التلاتة تربيع على الاتنين تمام اللي هو بيساوي خمسة وعشرين على الاتنين او خلنا نحسبها تحت كده يبقى الباور بتاع المسج بي ام بي ام هيساوي 10 تربيع على الاتنين بلس 3 تربيع على الاتنين هيساوي 10 تربيع على الاتنين ممكن نحسابها بقى تطلع بـ 54 ونص صوات يبقى دي المسج سيجنال بور طيب بعد كده السايد باند بور السايد باند بور أنا عايز برضو أرجع للقوانين اللي حملخصين عشان تبقى تعرف ترجع لها دي الكارير بور دي السايد باند بور دي الإفشنس السايد باند بور اللي هي نص السيجنال بتاع المسج الكل تربيع أو نص البور بتاع المسج الكل تربيع تمام يعني هنا هي بتساوي نص في البور بتاع المسج اللي هي بـ 54 الكل تربيع وبعد كده ضربها في نص هتطلع لبقيمة معينة تمام طيب طبعا السايد باند بور مش مطلوبة مننا نحساب بس نحسب المسج سيجنال بور فمش لازم نحسابها حتى ماشي ممكن نلغيها حتى من الإجابة بعد كده الكارير بور بي سي بتساوي إي سي تربيع على الاتنين يعني الامبلوتيوت بتاع الكارير تربيع على الاتنين طبعا الامبلوتيوت بتاع الكارير بتاع الكارير بي كان بعشرين معطا بعشرين تمام يبقى عشرين تربيع على الاتنين اللي هي اربعمية على الاتنين يعني بتساوي امتين وط امتين وط تربيع على بوينت ستة خمسة تربيع بلس اتنين يعني بيساوي امتين بتطلع بسبعة عشر وربعة من عشر في المية وسبعة عشر وربعة من عشر في المية دي كده الافشمس طيب كده احنا خلص خلصنا رقم سي الفيديو الجاب بإذن الله الحل رقم دي ورقم اي مع بعض وعندنا برضو رقم اف اعتقد فيه سؤال رقم اف برضو يبقى احنا نحل اي واف اي واف